السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي أقامة الأجنة الأولمبية البحرينية مؤتمرا صحفيا حول مشاركة وفد مملكة البحرين في الأولمبيات القادمة بمدينة ريو دي جينيرو البرازيلية حيث تشارك مملكة البحرين ضمن 206 دول في المحفل الدولي تعتبر هذه المشاركة هي الأكبر للبحرين في تاريخ الأولمبيات حيث من المنتظر أن يشارك الوفد في أربعة ألعاب وهي السباحة والرماية بالإضافة إلى ألعاب القوى والمصارعة تعتبر المشاركة هذه أكبر مشاركة على مستوى البحرين وعلى مستوى آسيا وعلى مستوى الدول العربية كعدد ما حصل أي دولة قدرت تشارك بهذه الكمل العدد فالحمد لله توفيق من الله لحد الآن عندنا عدد كبير من العدائين المتأهلين وفي الطريق العدد يتزايد الموسم بادي حق بعض اللعبات فالليل حين قاعد تشارك فالفرص كثيرة حق عدد أكثر من هذه وإن شاء الله نتأمل من العدد الكبير ذي النتائج اللي نتمنى من ورها ميداليات أولمبي ملونة بإذن الله كما شاهد مقر اللجنة الأولمبية البحرينية الواقع في ضحية السيف إقامة مؤتمر صحفي آخر حول اليوم الرياضي الأولمبي والذي سيتم تقدمه أو تقديمه قبل شهر رمضان المقبل حيث سيقام اليوم الرياضي في السابع والعشرين من مايو الجاري إذ من المنتظر أن يصاحب المهرجان والذي يحمل عنوان تحرك اكتشف تعلم يحمل العديد من الفعاليات التي ستقام في مختلف محافظات المملكة الأربع وذلك بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وغرس القيم الأولمبياء في الرياضيين والمواطنين المشاركين في الفعاليات التي ستقام على مدى عدة أيام حسب توجيهات سيدي سمو رئيس الجنوبية الشيخ ناصر أن يتم شراك أكبر شريحة ممكنة من المجتمع اللجمة الأولمبياء الدولية تحث على الشراكة المجتمعية وأيضا نشر الغيم الأولمبية فيمكن البرامج التي حطيناها تام شراك المحافظات فيها الغصد منها هي تشجيع يعني كل محافظة جلب أكبر عدد ممكن من الساكنين أو المتسبين المحافظة للمشاركة أو للرياضة أو للمشي المهم تشجيع للحركة في هذا اليوم بلغ فريق الأهل نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة الفاصلة على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وذلك في اللقاء وتألق في اللقاء خلال من الجانب الأهلاوي محمد عنان من خلال الضربات السحقة هذا وسيلاقي الأهل في المباراة النهائية فريق النجمة مساء يوم السبت القائد ودعا الحد البحريني منافسات كأس الاتحاد الأسوي رغم فوزه على مضيفه فريق التناسير توركوماني بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات وذلك باحتلال المركز الثالث بسبع نقاط ضمن المجموعة التي تأهل منها فريق العهد اللبناني والوحدات الأردني هذا ويستضي في المحارق البحريني في السابع من مساء اليوم فريق فنجال عماني ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس الاتحاد الأسوي وكان المحارق قد تأهل رسميا إلى دور 16 في المركز الأول برصيد 13 نقطة ترجمة نقاط